في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ملخص للحالات الوراثية اللي هندرسها في دروس تدافل فعل الجينات الجين انتر اكشن واتكلمنا عن مقدمة لحالات انعدام السيادة وذكرنا مثال لتوارث صفة لون الازهور في نبات شاب الليل ومثال لوراثة فصيلة الدم اي بي في الانسان خلينا نتكلم بتفصيل شوية عن امثلة لحالات انعدام السيادة وخلينا نبدأ بالمثال اللي ذكرناه في الفيديو اللي فات وهو نبات شاب الليل الانترنم بلانت خلينا نشوف الاول يعني ايه هو انعدام السيادة بالضبط يا جماعة عشان بس ايه نحاول نفهم الموضوع كويس انعدام السيادة هي حالة وراثية يحكم وراس في الصفة فيها زوج من الجينات ايه الهدف من كلمة يا جماعة بيروف جينز يعني دي ساعة كتيرة جدا بتجيلكم في الاسئلة يعني خلينا نرجع هنا ونشوف الجزء ده كده كويس شايفين يا جماعة هنا فاكرين ما كنا شرحنا الجينات قبل كده فزي ما انتو شايفين هنا الجين ده قدام الجين ده جينين متقابلين وفي نفس الوقت هم بير يعني ده هنا زوج بير خلاص كده وفي نفس الوقت ايه متقابلين تمام متقابلين خلينا نرجع تاني نتكلم على نفس التعريف يبقى احنا كده بنتكلم عن ايه حالة وراثية اللي هي جنات الكيس بيحكم مرافط الصفة فيها زوج من الجينات يعني بيروف جينز لا يسود اي منهما على الاخ ما فيش صفة بتسود على الصفة التالية حيث يكون لكل جين من الجينين المتقابلين هي دي اللي انا قلتلكم عليها المتقابلين القليلومورفيك جينز دول اللي بيبقوا قدام بعض يعني هنا خلينا نقولها كده ادي الكروموسوم اهو ودي الكروموسوم التاني خلينا بس نشوفها كده الجينين دول كده قدام بعض ده هنا وده هنا هيجيلكوا سؤال دايما بيروح منزلك الجين تحت شوية طبعا دي غلط الجين هنا ده قدام ده تمام شباب فهي لكل جين من الجينين المتقابلين اثر في اظهار الصفة الجديدة وقلنا الكلام ده بيحدث نتيجة تدخل فعل الجينين يبقى قلنا حالة وراثية يحكم وراثة الصفة فيها زوج من الجينين زي ما اتفقنا اهم الار ار ارهو خلينا نكبر برضو زوج من الجينات متقابلين حتى ده الاحمر ودي الزوج التاني ده الابيض اهو خلاص يا شباب احنا كده زوج من الجينات متقابلين لا يسود اي منهم على الاخر شوفوا كده لما طلعت الصفة الجديدة لو كانت الصفة الجديدة دي يا جماعة فيها سيادة ام زي اللي موجودة في موضوع المينديليان كاركتر كنا هنلاقي هنا الار كابتل دي بس هنلاقي قدامها كده حاجة اسمها ار سمول وهنلاقي صفة الاحمر دي هي اللي سائدة ده لو كان فيها ايه مينديليان كاركتر او سيادة ام لكن هنا انعدام سيادة ولذلك في انعدام السيادة هنلاقي الكابتل لتر هنا والكابتل لتر هنا لأنه ما فيش حد منهم بيسود على الآخر. طيب احنا حبينا ان احنا بس ايه نشوف على الجيل الاول تعريف انعدام السيادة بالنسبة للجينين المتقابلين. البيلوف جين او الالليلومورفيك جينز اللي بيهم افكت على الابيرانس اف ان يو كارت. خلينا نشوف بقى المثال نفسه. المثال نفسه قولنا عليه يا جماعة. اللي هو ايه. توارث صفر. لون الازهار في نبات شاب اللي هو. فبيقول عند تهجيل نبات شاب الليل ازهاره حمراء. مع نبات شاب الليل ازهاره بيضاء. بينشأ الجيل الاول من النباتات ازهاره كرونفولية بنسبة 100%. ياسمها بيربر فلاورد بلانت. ساعات بيتقال عليها بينك يعني. ودي نيو كارت. خلينا نروح نشوف بقى المية في المية بتيجي ازاي. بدأنا هنا. لنبات شاب الليل زهاره حمراء. ريت فلاورد انترين انبلانت. مع نبات شاب الليل زهاره بيضاء. ويت فلاورد انترين انبلانت. ده هتروزايجس او هوموزايجس. هايبرد. ولا بيور. معلش بقى الحتة دي انا عايز افصل فيها شوية. انا قولها بالعربي والانجليزي. الهتروزايجس اللي هو متغير الزيجوت. يقولوا عليها كده بالعربي. وهوموزايجس يعني متماثل الزيجوت. يعني ايه بقى هوموزايجس وهتروزايجس. زي ما احنا شايفين هنا يا شباب بصوا. ده ار وقدامه ار في النحية التانية. يبقى ده هوموزايجس. 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 متماثل الزيجوت. بنقول عليها ايه تاني برضو يا شباب. الار قدام الار دي. بنقول عليها بيور. ايش ده بيور? اللي هو بنقول عليها نقي. صح كده? يبقى ده لا بيور لهوموزايجس. واللي زيه في الابيض اهو زي ما احنا شايفين الدابليو قدام الدابليو. يبقى ده برضو هوموزايجس وبيور. ليه انا بقى حبيت افصل في الحتة دي تاني? لان الفرق لا ما بين السيادة التامة وانعدام السيادة بيظهر بس في الهاتروزايجس او الهايبريد. لو انتم لاحظين ده احمر اهو شايفين ماشو معايا بس فسهم ده كده. ده نزل ازهار كرونفولية تحت هيه. صح كده? وده ابيض? نزل ازهار كرونفولية تحت her hangit. هو الصفة دي ايه? الصفة دي موجودة في الاباء? لأ. الصفة دي مش موجودة في الاباء. يعني ما فيش في الاباء اي ازهار كرونفولي. الزاهرة دي حمراء. والزاهرة دي بيضاء. وذو هنا اظهار كرونفلية. هو ده بقى حتة الصفة الجديدة اللي احنا بنقول عليها. لحظوا بقى لو تفتكروا معايا في الدروس اللي فاتت. اللي هي بتاعت الجريم بي بلانت. هنلاقي ان الظهرة دي اللي كانت بيربل في الاباء. ظهرت تحت تاني بيربل. صحي كده? حاجات دي يا جماعة ما عليش نركزوا فيها كويس لان بتسئلوا فيها كتير. في حتة بقى ان اذكرتها لكم قلتلكم الفرق ما بين السيادة التامة وانعدام السيادة بيظهر في المتغير الزيجوت الهيتروزايجس او الها الهايبريد الهاجين. حالا نكبر بقى الحتة دي شوية. عشان نشوفها كويس. نكبرها هنا كبهان. ملاحظين ايه هنا يا شباب? ملاحظين هنا الار دي كابتل. والدابليو دي كابتل. صح كده? ده انعدام السيادة. اللي هي زي ما احنا شايفين هنا. اظهار كرونفلية. مية في المية بيربل فلاورد. والنسبة تحت هي مية في المية نباتات كرونفلية. خلاص كده يبدأ الجيل الاول. هناخد بقى شباب الجيل الاول اللي هو اف وان هي. في زمعي اهو كده. فهنمشي هنا كده زي ما احنا نشوف الجيل التاني. هيحصل ما بين زهرتين كرونفليتين. ونشوف ايه اللي هيحصل يعني. زي ما احنا شايفين عم نلهلكم هنا هم. باللون الايه الكرونفلي. عشان تفتكروا ان ما فيس سيادة. دي صفة جديدة. الار اللي كان احمر اهو. والدابليو اللي كان ابيض اهو. حطنا هلكم بلون كرونفلي. بس في الجميع سعملنا هلكم بقى بقى احمر وابيض بقى. ادي احمر الجاميتس الحمراء. اللي هي بتكون بتظهر الصفاء الحمراء. اللي اظهرها لونها احمر. والدابليو اللي بتظهر النباتات اللي اظهرها لونها ابيض. وطبعا الجاميتس هنا هي هي الار والدابليو دي. طبعا انتم بقيتوا اسادزة في الحاجات دي طبعا. هنا الار مع الار. والار مع الدابليو. والدابليو مع الار. والدابليو مع الدابليو. ده زي ما انتوا شايفين هنا R Capital طبعا هنا مفيش حاجة اسمها R Smooth ولا فيه حاجة اسمها W Smooth احنا اقولنا الكلام ده في الجيل الاول كويس جدا مش عايزين ضايع في وقت تاني هنا R Capital R Capital W Capital ده قرون فولي R Capital W Capital W Capital ده R Capital R Capital نبات شاب الليل ظهر حمراء واحدة بس بتطلع طبعا دي نسبة انا بقوله واحدة بس لان انتوا اصلا ممكن تلاقي في المسائل حاجات يقولك ايه تزاوج وطلع مش عارف ميات وميتنات عادي نسبة واحدة انتوا هتشتغل على النسبة وبعدين R Capital W Capital دول طلع اتنين منهم لان النمط الجيني ده بيقدوا لظهور النمط الظاهري اللي انتوا شايفينه اللي هو Purple Flower Antriman Plant واططلع تاني صفة موجودة في الاجداد بقى زي ما يقولوا كده طلع بقى White Flower Antriman Plant نبات شاب الليل ظهر بيضاء بنسبة 25% لـ 50% لـ 25% اللي هي واحد لاثنين لواحد موسيقى 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 موسيقى